موسيقى إلى ذلك بلغت كمية الإنتاج منذ بداية العام ولنهاية التموز 72 طن غزول بينما وصل إنتاج معمل سجاد دمشق إلى نحو 19.848 مترا مربعا يواصل فرع السورية العام للمواصلة الطرقية بحلب الإجراف على تنفيذ مشاريع الصيانة وحماية الطرق المركزية وإعادة تأهيل الجسور المتضررة حيث بلغت كمية الأعمال المنفذة مليارين و723 مليون ليرة سورية كذلك بلغت قيمة الأعمال المنفذة في مشروع العقد الخاص بالسيانة أوتوستراد حلب دمشق ذهبا وإيابا 518 مليون ليرة كما تم إنهاء أعمال العقد الخاص بالسيانة أوتوستراد حلب الرقة وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة 649 مليون ليرة قالت شركة الغاز الروسية نوفاتيك إنها بدأت في بيع بعض المنتجات النفطية خارج أوروبا بليوان الصيني لتنضم إلى مساعي روسيا للحد من استخدام الدولار الأمريكي واليورو في التجارة الدولية للبلاد وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليونيد ميخلسون خلال منتدى اقتصاد في مدينة فلادي فوستوك إن الشركة ستتخلى عن مشروعاتها في لبنان والجبل الأسود وتركز أنشطتها الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قالت نشرة النشاط التجاري السويسري الرسمية إنه تم تعليق إجراءات عملية إفلاس الشركة المشرفة على تشغيل خط نقل الغاز السيل الشيمالي 2 حتى يناير عام 2023 ويشار إلى أن محكمة في كانتونت سويسري كانت قد علقت في أيار مايو الماضي إجراءات الإفلاس للشركة المشرفة على تشغيل خط نقل الغاز السيل الشيمالي 2 حتى العاشر من أيلول سبتمبر ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر إثر مخاوف بشأن الطلب العالمي في ظل مضي الصين في سياسة صفر كوفيد وتشديد البنوك المركزية سياستها النقدية لمكافحة التضخم هذا وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليمت شرين الأول أكتوبر إلى 0.9% أي 82.68 دولار للبرميل في بورصة نيويورك في حين زاد خام برينت تسليمت شرين الثاني نوفمبر 0.8% إلى 88.67 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة اشتركوا في القناة